مرحبا متابعين أنا الدكتور حيثم دبابني أخصائي دماغ وعصاب جلطات دماغية وقسطرة علاجية اليوم نحكي لكم عن علاج تلف الدماغي أو تلف خلايا الدماغ بالصابق سارضنا أسباب تلف الدماغ وهي عدة أسباب والسبب الرئيسي لتلف خلايا الدماغ هو جلطات الدماغية جلطات الدماغية هو فقدان مفاجئ على القدرة على النطق الحركة باليد اليمين أو الرجل اليمين أو اليد الشمال أو الرجل الشمال بيسموها عجز نصفي وأو ممكن تكون تظهر على المرضى صعوبة بالرؤية أو عدم القدرة على الرؤية أو صعوبة بالنطق أو عدم القدرة على النطق المرضى للجلطات الدماغية اللي بيسر عندهم هاي الأعراض لازم إحنا بشكل مباشر وسريع نحكي مع الطوارئ الـ 911 لتصل مع 9-1-1 وننتجه نحو مستشفى مختص بعلاجات هالجلطات الدماغية شو الأشياء الممكن يعرضها المستشفى المختص؟ ممكن يعرض إبرة الحياة وهي مدوب للجلطة الدماغية مسيّلة إلها حد بيساعد 30-35% من المرضى وليس كل المرضى فمع أنه بنروح على مستشفى مختص بإعطاء هذا الدواء لازم نكون من تجهين لمستشفى مختص يقدر يعمل العلاج بالقصرة العلاجية شو القصرة العلاجية؟ هي عبارة عن قصرة زي القصرة القلبية بس إحنا بنتجه فيها بدلا نروح شرايين القلب ونروح شرايين الدماغ عن طريق جرح صغير بالفخد أو باليد من نضع معدات بدأ أرضلك فيها هلأ هو عبارة عن أمبوب صغير هذا الأمبوب منمده من إجر المريض لشريان الدماغ المسدود ومنحط شبكية هاي الشبكية حوالين الخطرة ومنسحب الشبكية مع الخطرة من الشريان المسد بالدماغ وبهيك بس نسحب الخطرة بنرجع تدفق الدم للدماغ وبرجع المريض النطق تابعه وصوبة الحركة بتنتهي هذا بساعد كمية كبيرة من المرضى إذا فتحنا الشريان بالوقت المناسب قبل ما يصير في عنا تلف بخلايا الدماغ بساعد حوالي 60-70% من المرضى بالشفاء من هذه العوارض والأسباب الأخرى لتلف خلايا الدماغ هي زي الأجسام المضادة اللي بتهاجم خلايا الدماغ زي التصلب الويحي ممكن فيه علاجات تنخفف الهجمات الأمراض اللي لها دخل بالكتل اللي ممكن تكون بالمبيض أو بالخصية اللي بتسبب إصابة نتيجة أجسام مضادة تهاجم الخصية وتهاجم الدماغ بنفس الوقت وأمراض كثيرة أخرى لها علاج عن طريق نشيل هالمسبب لها إذا كان فيه تيومر أو كتلة نشيلها الكتلة وشكرا لمتابعتكم أتمنى استفتكم لها المعلومات القيامة